السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كبهة الطيبين حياكم الله. مثل ما وعدناكم انه راح ان شاء الله نقدم اي معلومات عن لعبة اساسين كريد. طبعا القتال راح يكون فيها دموي وهناك عناصر اروي جي مختلفة. طبعا هناك راح يكون في شيء اسمه شقرة المهارات. شقرة المهارات هذي راح تتواقد في اللعبة و راح تتيح للاعبين ان ينموا مهاراتهم كمقاتل وايكينج. قدم الاسلوب تقربة اللعبة التي يريدها. وهذا يجعل كل لاعب يخصص مقاتله بشكل مختلف ومناسب لاسلوبه الذي يريده. ثاني شي هناك في قدرات. اوكي القدرات هذي راح تكون متواقدة في اللعبة. ولكن تم تخصيصها لتكون مرتبطة بشكل كبير واساسي شخصيات الفايكينج المعروفة. بجانب ذلك تم التخلي عن نظام الار بي جي المعتاد للترقية. او لترقية القدرات. بدلا من ذلك سنحصل على شيء يدعاء القوة او باور. وستكون مرتبطة بشكل كبير بالمهارات التي تم تلكها. وكلما تعلمت المزيد من المهارات ستحصل على المزيد من القوة. وهذا تحول واضح في اسلوب الار بي جي في اللعبة. ايضا سيساهم في قاعة اللعبة وتركز اكثر على اسلوب اللعبة والتقربة التي يريدها اللعب. اوكي النظام القتال. النظام القتال اصبح الان اكثر وحشية ودموية من السابق. وهذه هي طبيعة القتال في القرن التاسع باسلوب مضيف انهم بذلوا كثير من الجهد من اجل عكس هذه الصورة في اللعبة وتقديمها كتقربة حقيقية. التي تعكس وحشية دموية القتال في تلك الفترة. طبعا من ضمن التحسينات التي اضافتها الى اللعبة. من اجل ابراز القانب الدموي هو التعديل على الاسلحة المتنوعة من تلك الفترة. مثل الفؤوس الحادة والفؤوس المزدوجة والمسامير. وايضا ادراق فكرة استخدام السلاح المزدوج. بحيث يمكن اللاعبين حمل سلاحين في نفس الوقت. واستخدامهما بشكل مزدوج في القتال. ويمكن بالطبع استخدام اي سلاحين تريدهم. يعني انت لك الحرية. سواء كان من نفس النوع او مختلفين. او حتى بامكانك استخدام درعين في نفس الوقت. طبعا بغير السيوف والاشياء الثانية الخاصة في المعارك. عندك الاعداء. طبعا تصميم الاعداء من اجل تقديم تقربة متقددة سواء من حيث تنوعهم او من حيث قدراتهم. مضيفا ان اللاعب حتى وان استمر في اللاعب لمدة 15 او 20 ساعة. فسوف يستمر في رؤية اعداء باساليب قتال مختلفة ومتعددة. ودروع قديدة. بجانب ان بعضهم سيعتمد على البيئة المحيطة في القتال. بينما سيعتمد البعض الاخر على بعضهم البعض في المواقهة. جميع المعلومات اللي حاليا موجودة. وخصوص لعبة اساسينج كريد. من ناحية اسلوب القتال. شكر لكم على حسن المتابعة. نلقاكم في مقطع اخر ان شاء الله. لا تنسونا من لايك واشتراك. ونشرر المقطع مع الاصدقاء. حياكم الله.